السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في قناة قناة ميورد منوعاتي أتمنى من الله أن تكونوا بألف خير اليوم إن شاء الله راح نشوف مع بعض طريقة عمل شخصية كارتونية أو شخصيات من اختياركم تجعلونها تتكلم بطريقة جيد سهلة وبسيطة تابعوا الشرح أولا قبل كل شيء لازم يكون عندنا هذة تطبيقات الثلاثة التطبيق الأول إزالة الخلفية ثم قبل ذلك يجب تحميل الصور التي سوف نشتغل عليها أنا حملت العديد من الصور وقمت من قبل بإزالة الخلفية لكن سأريكم طريقة إزالة الخلفية مثلا سأضغط هنا ثم بعد ذلك هنا سأختار الصورة التي سوف أقوم بإزالة عليها الخلفية هذه الصور كلها قمت بإزالة من قبل عليها الخلفية لذا أختار مثلا هذه الصورة سأقوم بإزالة الخلفية هذه طريقة إزة الخلفية نضغط هنا إذا كانت خلفية واحدة بيضاء صفراء حمراء يعني اللون واحد فهذا جيد يعني سهل إزة الخلفية هكذا بضغطة واحدة من هنا نضغط على هذه النجمة ثم نضغط هكذا تقوم مباشرة بإزة الخلفية لكن إذا كانت هناك يعني سأعود إلى الوراء إذا كانت هناك خلفية يعني فيها ألوان كثيرة فهي صعبة ليست صعبة لكن فيها قريب للعمل إذا ضغطنا هنا وقوم بإزة الخلفية انظروا معي فلن يقوم بإزة الخلفية حتى لو سيزلوا قليلا فقط وربما سيقوم بإزالة الشخصية الكارتونية لهذا من أحسن الضغط على إما هنا ماجيك أو هذه الممسا ممحات إذا ضغطنا ممحات يعني يدويا تشتغل يدويا تقوم وأنت بإزالة الخلفية يدويا هكذا باليد تقوم هنا بإزالة يعني الخلفية وتضغط هنا ماجيك هنا أيضا يدويا لكن يعني حذاري بالهدوء تقوم بإزالة الخلفية بهدوء إذا دخلت داخل الشخصية هذا السهم هنا نقوم الرجوع إلى الوراء على العموم يعني الطريقة جيد سهلة وبسيطة بعد إزالة الخلفية نقوم بالضغط على دون ثم هنا الحفظ مباشرة يقوم بحفظ هذه هذه الرسمة أو هذه نخرج من من التطبيق ثم بعد ذلك عند إزالة الخلفية نضغط على هذا التطبيق هذا التطبيق غني عن التعريف هو في الحقيقة إذا أردنا استفاد منه فيجب أن نشترى بالمال لكن نحن نشتغل يعني بالمجان وفيه إعلانات كثيرة لكن رغم الإعلانات الكثيرة إلا أنه يعني تطبيق رائع جدا تستطيعون عمل صورة مصغرة تستطيعون عمل أشياء كثيرة من خلال هذا التطبيق على العموم نحن سنختار سأختار الصورة التي سوف نشتغل عليها مثل هذه الصورة التي أتكلم بكم بها سأختار الصورة أي صورة مثلا سأختار هذه اللون البرتقالية انظروا معي فهنا إشارات كثيرة نقوم بعمل إغلاق ثم بعد ذلك نضغط على الصورة هذه الصورة ها هي هذه الصورة ماذا سنهى بعد ذلك سأقوم بإضافة صورة أخرى نأتي هنا إضافة الصورة نضغط على إضافة الصورة ثم سأختار نفس الصورة نفس الصورة نضغط على إضافة ها هي هذه الصورة ما سأفعل؟ سأأتي هنا إلى القص سأضغط على قص سأخذ جزءا بسيطا من جهة الفم جهة الفم هنا هكذا لا أخذ الفم بل جهة يعني فرع سأخذ مكانا فارغا هنا هكذا كما ترون تكبير قليلا ثم سأضعه في وسط الفم يعني في الفم فقط هكذا هكذا بعض الشخصيات لا تتركوا أثرا يعني جهة الفم لحسب يعني الرسمة انظروا معي هكذا نقوم قليلا بهكذا نترك يعني يجب أن الفم أن لا يظهر نضغط هنا فوق ثم نضغط هنا حفظ مباشرة سأتم حفظها عندنا بعد ذلك مباشرة ندخل إلى تطبيق كينماستر نضغط هنا في الوسط ثم 16 9 ثم بعد ذلك نضغط على الخلفية نختار أي خلفية كيفما كانت فأنتم تعرفون أن أي شخصية من شخصيات الكارتون إذا أردنا وضعها في تصميمنا فلا بد أن نضع على الكرومة الخضراء سأضغط على الصورة على الخلفية هنا ثم سأختار الخلفية الخضراء هذه الخلفية الخضراء ثم سنبحث عن الصورة التي قمنا بعد قليل يعني بإزالة الخلفية من ورائها سنشتغل عليها هذه الصورة ثم إذا أردنا تحريكها على اليمين على اليسر أينما أردنا تكبيرها أردنا أن نظهر الرأس فقط يعني الاختيار يعود إليكم بعد ذلك سنختار الفم لدي أفواه كثيرة سأختار أحد الأفواه هذه الأفواه ستجدونها في اليوتيوب فقط ضعوا أكتبوا كرومة الخضراء الفم أو الفم كرومة الخضراء ستجدونها إذا أحببتم هذا الفم أخبروني سأضع لكم في صندوق الوصف نضغط على الفم انظروا معي هذا هو الفم نقوم بوضعه هنا ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على هذه الكرومة ثم نفتاح الصفاء نضغط على نفتاح الصفاء تمكين ها هو هذا نقوم بتكبير الكرومة الخضراء قليلا ثم تكبير الصورة حتى يأتي الفيديو متناسق مع بعض كما ترون الفم يعني صغير كما ترون الصورة يعني ساحبة يعني هذه الصورة رأسها كبير وعينان كبيرة لهذا سنقوم بتكبير الفم خليلا هكذا ثم نقوم بوضعه هنا ما بين العينين في الوسط شاهدوا معي شخصية كارتونية رائعة جدا 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 اما طريقة ازالة الكروم او طريقة وضع هذه الشخصية في فيديوهاتنا او صورنا فطريقة سهلة وبسيطة نقوم بالدخول للكين ماستر ثم ستة عشر تسعة ثم سنختار اما الصورة او خلفيات او اي شيء نريد نضع للتصميم مثلا انا اولا قبل كل شيء ساضع الصورة اي صورة ساستعين بالصور كرماستر مثلا هذه الخلفية اذا اردت انا اختار هذه الشخصية ساضع الوسائط ساضغط على الوسائط عفوا ثم ها ها دي ساقوم بتكبيرها وساضعها في اي مكان اريد ثم ساضغط على مفتاح الصفاء ثم تمكين ثم بعد ذلك ها هي دي نفس الشيء اذا كان لدينا فيديوهات اي فيديو مثلا دي يكون فيديوهات نضعها في الفيديوهات مثلا ساقطر هذا الفيديو ساقوم بتكبيره مثلا هكذا ونضع هذه الشخصية مثلا هنا ونترك نتركها اتمنى ان شاء الله ان يكون يعني الشرح الشرح مفهوم اذا لم تفهموا شيئا فضعوه لي في تعليق دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته